أنهى رئيس الأمريكي دون نرد ترامب زيارته للسعودية مثل عهد وقد أثرت تنتائج زيارة تعليقات مغتلفة وأشار بعض المحللين إلى أن زيارة ترامب حققت القراض من تحسين العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية ولكنها قد تجعل الوضع في منطقة شرط الأوسط أكثر تعقيدا أصبحت السعودية دولة كبيرة في العالم العربي مع تراجع نفوذ بعض الدول خلال السنوات الأخيرة بما فيها مصر كما باتت إيران أشد المنافسين للسعودية في المنطقة لأسباب طائفية جدير بالذكر أن السعودية أعدمت رجل الدين الشيعي نمر النمر في عام 2016 مما أدى لقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ولم تتلقى إيران دعوة من السعودية للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الأمريكية أهم سبب في القضايا والأزمات الموجودة في المنطقة نجد أن إيران تقف وراءها سواء في سوريا في العراق في لبنان في اليمن إيران تريد أن تخلق مشاكل في المنطقة وأثر الخلاف بين السعودية وإيران بشكل مباشر على العلاقات السعودية الأمريكية فقد توصل الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما خلال ولايته إلى الاتفاق النووي مع إيران كما تحول الاهتمام الدبلوماسي الأمريكي إلى آسيا والمحيط الهادئ وهو ما أدى لابتعاد واشنطن عن السعودية لكن دونالد ترامب اختار السعودية لزيارته الأولى بعد توليه منصب الرئاسة الأمريكية وأبرم صفقة أسلحة تبلغ قيمتها 110 مليارات دولار أمريكي لمساعدة السعودية على تقوية قدرتها العسكرية إضافة إلى ذلك وحد ترامب والعاهل السعودي موقفيهما من إيران حيث ادعى الجانبان خلال القمة العربية الإسلامية الأمريكية أن إيران هي ملاذ الإرهاب أذى ويرى محللون أن ما حدث في القمة يدل على أن ترامب يرغب في انتهاج سياسات تجاه الشرق الأوسط تختلف عن سياسات أوباما وأنه عازم على عودة بلاده إلى المنطقة رئيس الأمريكي اختار المملكة وهي هذا موضوع لأول مرة يحدث أن رئيس الأمريكي يبدأ زياراته الخارجية بدولة عربية زيارة الرئيس الأمريكي واجتماعه القمة السعودية الأمريكية ثم القمة الخليجية الأمريكية ثم القمة العربية الإسلامية هذه تعطينا مؤشرات أن هناك توجه جديد من الإدارة الأمريكية للاهتمام بقضايا المنطقة تشمل موضوعات القمة العربية الإسلامية الأمريكية على بناء تحالف استراتيجي للشرق الأوسط في العام القادم وإنشاء قوات مشتركة وتقديم المساعدات للعمليات العسكرية لمكافحة الإرهاب في سوريا والعراق وتعتقد وسائل الإعلام أن هدف زيارة ترامب إلى السعودية هو إدراج التحالف العسكري الإسلامي الذي بادرت إليه السعودية لمكافحة الإرهاب داخل إطار التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة مضيفة أشاء القوات المشتركة قد يجعل أعمال مكافحة التنظيمات المتطرفة خاصة العمليات القتالية داخل سوريا أكثر تعقيداً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر